بالتأكيد كان هناك مشكلة يتواجهنا فيما يخص القطارات وكأنه أصبحت ثقافة لبعض المواطنين أنه يصدل للقطار ويضربه بالحجارة وكأنه الموضوع هو موضوع مقصود لكن بالتأكيد بعد إطلاعنا عن الموضوع الموضوع يعني الثقافة هجينة على الشعب العراقي ما أعتقد يمثل الشعب العراقي بالتأكيد لكن فيما يخص الباصات الحامراء ليقل الوضع مختلف جدا أن المواطنين يهتمون في هذه الباصات وبالتأكيد أنهم جايشار كنوا بعملية تنظيفها وأيضا هناك ترحيب من قبل المواطن العراقي بعودة هذه الباصات إلى العاصمة لا تنسوا أن العاصمة العراقية بغداد هي من أولى العاصم التي استخدمت موضوع النقل الجماعي في العالم هذا الموضوع أيضا راح يتطور وعدنا إلى خطة لدينا 600 باص تم تفعيل عديد منها من قبل 29 خط في بغداد راح يكون هناك أيضا تفعيل للباصات الأخرى لا ننسى أن هذه الباصات هي من مناشة عالمية مهمة مثل ألمانيا أيضا راح يكون هناك خطة أخرى اللي هي الخطة الأولى تم استكمالها ورح تبدأ الخطة الأخرى واللي هي راح تشمل أيضا الخطوط اللي هي توصل عدة 72 خط في بغداد وكذلك المحافظة اللي هي بغداد وكذلك المحافظة اللي هي بغداد وكذلك المحافظة